السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني ان شاء الله النهاردة هقولكم على طريقة ايقاف تشغيل الانترنت بعد انتهاء الباقة في شبكة وضافون وشبكة اتصالات تمام يعني انت لو مشترك في اي باقة من باقات الانترنت في شبكة وضافون او شبكة اتصالات و الباقة دية خلصة وانت عايز بعد انتهاء الباقة دية ما يسحبش حاجة من الرصيد الخاص بي. يعني لو الباقة خلصت وانت بتستخدم الانترنت ما يسحبش حاجة من الرصيد الخاص بي it's auto fine فان شاء الله في الفيديو دوت هقولكم ازاي تمنع عن تشغيل الانترنت بعد انتهاء الباقة من ان هو هيسحب من الرصيد الخاص بيك. تمام? في شبكة وضافون وشبكة اتصالات. لسة قبل ما نبدا الشرح repente لكم اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة بالضغط على كلمة الاشتراك الموجودة اسفل الفيديو. وتفعلوا الجراز على الكل علشان اولا لما اعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار به. طيب دلوقتي بقى هقول كم ازاي تمنع تشغيل الانترنت بعد انتهاء باقة الانترنت اللي انت مشترك فيها تمام? عشان ما يسحبش حاجة من الرسلات الخاصة به. طيب اول حاجة هنبدأ بشبكة فودافون تمام? وفي طريقتين عشان نلغبهم تشغيل الانترنت بعد انتهاء الباقة في شبكة فودافون. الطريقة الاولى هتبقى عن طريق الكود. والطريقة التانية هتبقى عن طريق تطبيق انا فودافون تمام? طيب اول حاجة علشان نمنع تشغيل الانترنت بعد انتهاء الباقة في شبكة فودافون من خلال الكود. والكود هيبقى نجمة الفين شباك. تمام? يبقى الكود اللي هنمنع به تشغيل الانترنت بعد انتهاء باقة الانترنت في شبكة فودافون. علشان نحافظ على الرصيد اللي معنا هيبقى نجمة الفين شباب. وبعد كده هبدأ اضغط اتصال من خاط سبق الفوضافون بالشكل ده. بعد كده هتزهر قدامنا القيمة دي. ومنها هبدأ اختار رقم تلاتة اللي هو المحاسبة بعد الباقة. هبدأ كده اكتب رقم تلاتة. وبعد ما بكتب رقم تلاتة هزغط على افسال. بعد كده بقول لنا هو رقم واحد اللي هو ايقاف الانترنت. تمام? هبدأ كده اكتب رقم واحد. وبعد كده هزغط على افسال. طيب بعد كده بيقول لي رقم واحد متغددة وترقم اثنين غير متغددة فانت هتختار اللي اتنين فانت هتختار رقم واحد الاول وبعد كده هتختار رقم اثنين طيب على سبيل المسال هبدأ كده اختار رقم واحد ابدأ اكتب رقم واحد اللي هو متغددة بعد كده هتضغط عليه افسار بقول لي نقط برجاء اللي انت غير تنفيذ طلبك وبعد كده هتجي لك رسالة بان انت ايه لغاية الاشتراك في الباقرة المتغددة كذلك هترجع تاني وتلغي الاشتراك في رقم اتنين اللي هو الباقة لغير متقددة. بعد انتهاء الباقة. فالتصالة جات لي هنا هي اللي بيقول لي فيها سيتم يقافل انترنت بعد انتهاء الباقة. طيب يبقى احنا كده ايه? هترجع هتطلب تاني نفس اللي احنا عملناه وتختار رقم اتنين. يعني هترجل لتنين. سواء باقة متقددة او غير متقددة. ده هيبقى من خلال الكود. التطبيق التانية هتبقى من خلال تطبيق انا وضافون. طيب هابدى انزل الاسفل الصفحة على حاجة اسمها المحاسبة بعد انتهاء الباقة. تمام ابدأ اضغط كده على المحاسبة بعد انتهاء الباقة بالشكل ده. بعد كده هابدى الغي اخر اقتراري اللي هو اقاف النت غير متقددة واقاف النت المتقددة. تمام؟ هبدأ كده اشجل الاقترار اللي هو موجود قصاد اقاف النت غير متقددة. وان هو تأكد الاشتراك. هل انت متأكد من انك تريد تفعيل اقاف النت الغير متغددة. هضغط على تأكيد. بولي نهوت تم بنجاح. تم تنفيذ صلح. هاجه لك ده شال التأكيد في اشهر عوضات. هضغط على تم. سيتم اقاف الانترنت بعد انتهاء الباقة. طيب هنجح تاني كده ما احنا وقفين على نفس الصفحة اللي كنا عليها. هبدو اضغط على المحاسبة بعد انتهاء الباقة. وهبدأ شغل الاخترار اللي هو موجود اصاب اقاف النت المتغددة. تمام? يبقى زي ما احنا قلنا هبدأ شغل الاخترار اللي هو موجود اصاب اقاف النت المتغددة. تمام? هبدأ شغل الاخترار بالشكل ده كده. بولي نهوت تأكيد الاشتراك. هلا انت متأكد من انك تريد تفعيل اقاف النت المتغددة. هضغط على تأكيد. وردك هجي لك رسالة. بولي نهوت تم بنجاح. تم تنفيذ صلبك هيجي لك رسالة تأكيد في اشهر عوضاتها على تم. وفي رسالة تانية جاءت لهييت. بولي نهوت سيتم اقاف الانترنت بعد انتهاء الباقة. باني كده شغلت اخر الاقترارين اللي هو اقاف النت ده ام تغير متغددة. تمام؟ ودي الطبعة هنتي بقي نفس الخطوات اللي احنا عمل ليها عن طريق الكود. تمام? ونحن لاحظ اللي احنا جلنا اقترارا برضك اللي هو اقاف النت ده ده. واقاف انت عايز تلغيها من خلال الكود contamination عايز تلغيها من خلال طبئي؟ انا وضافون مفيش مشكلة. بعد كده هنقولكم ازاي تلغي تشغيل الانترنة بعد انتهاء الباقة في شبرة إضطالات عشان ما يكسبش حاجة من رصيد الخاص بيت. تمام؟. طيب علشان نلغي تشغيل الإنترنت بعد انتهاء الباقر في شبرة إضطالات عشان ما يكسبش حاجة من رصيد المعانا اول حاجة هتعملها هتشغل بنية الهاتف اللي هي الخاصة بشبرة إضطالات حتى لو انت مفيش معاك رصيد او باقر بعد كده هتتبقى تفتح تطبيق مية الصلاة بالشكل ده. وبعد ما بفتح تطبيق مية الصلاة هاجي كده اضغط على علامة السهم اللي هو الصغير بالشكل ده كده او علامة المثلث اللي هو المقلوب بالشكل ده كده. طيب بعد كده هتسجل قدام الصفحة ديت ومنها هبدأ اضغط على كلمة الادارة تمام هبدأ اضغط على الادارة بالشكل ده. بعد كده هتسجل قدام الصفحة ديت ومنها هبدأ اختار الاخير اللي هو استخدام النت بعد الباقة. هبدأ اضغط كده على استخدام النت بعد الباقة بالشكل ده. ومن هنا هبدأ اشغل الاختيار اللي هو موجود قصاد إلغاء استخدام الانترنت عند الوصول لمية في المية من الاستخدام. تمام? هبدأ اشغل الاختارة بالشكل ده كده. بعد كده بقول لي هل انت بتأكد من تفعل هذه الخدمة هضغط موافق. بقول انتظر قليلا. جاء لتجهيز طلبك. الان سوف تتلقي رسالة قصيرة قريبا. هضغط موافق. جاءت رسالة هي. بقول لي ان هو تم ايقاف الانترنت خارج باكت ميجا. لم تتمكن من تصفح الانترنت بعد انتهاء باكت ميجا. يباني كده ايه? لغيت تشغيل الانترنت بعد انتهاء الباكة. عشان ما يسحبش حاجة من الرصيد الخاص بيها في شبكة انتصالات. احنا كده شرحنا ازاي تلغي تشغيل الانترنت بعد انتهاء الباكة في شبكة ودافون. عشان ما يرسيبش حاجة من الرصيد الخاص بك. كذلك. وطريقة ايقاف الانترنت بعد انتهاء الباكة في شبكة انتصالات عشان ما يسحبش حاجة من الرصيد الخاص بك. تمام? وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك. وما تنسوش الاشتراك في القناة سنشجعونا اللي هنه هنعملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.